السلام عليكم ازايكو يا اصحابي عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هقولكو طريقة عمل الشنة بالحلو ده خلاص هو مناسب للولاد والبنات انا البناتي حبوه برضو طريقته سهلة جدا ان شاء الله تابعوني انا هقولكو ازاي ترسموه ويزبط معاكم الاول مرة ان شاء الله الاداة اللي احنا هنحتاجها الاول هو فوم جليتر انا استخدمت اللون الاسود والزينة عصيتي الشيشتاوك استخدمت الفضي انت براحتك ممكن تستخدميه دهبي او ممكن تستخدميه اسود برضو ماشي طب ازاي يرسمو يرسم الشنة بعرفوه ما يزبط مني في البداية كده هجيب ورقة اهي ورقة بيضة هقسمها نصين وابدأ ارسم الشنة ماشي رسمت تنص الشنة هبدأ بقى ان انا اقصه هقصه وارجعلكو اهو هقصه وارجعلكو اهو يا اصحابي بعد ما قصيته قصيته بالشكل ده بقى عندي اهو شكل الشنة هبدأ احطه على الفوم اهو وابدأ ارسمه بالقلم والرصاص كده هيزبط معك اكتر ومش هتحضر فوم كتير ولو غلطي عادي بقى غلطي في الورقة يعني مش مش هتخسر كتير خلاص اهو رسمته هنا هوا هبدأ اقصه وارجعلكو السلام عليكم اهو يا اصحابي انا اقصيته هوات الشنب هبدأ بقى هلزقه هلزق قصيت الشيش توق كده اهو طريقته سهل جدا مش هتاخد وقت خالص بالنسبة للورقة دي انا قصر صغرتها حابة بعد ما قصيت الشنب قعد تصغر فيها عشان ما نيجي نحطها بيش تبقى مش تبقى زيارة عنه بشكلها وحش ماشي هناخد بقى الجلو وواس بroughار اكيده وشي وصببتو صبتوا بالطريقة دي اهو دي يعني اختياري ده عشان اداري العصايا شكلها حلو انت حرة بقى لو مش عايزها عادي اهو ده شكل الشنك هبدأ بقى الدراع ده وتزينه انا جبت فم جليتر بس بيلزق ممكن انت بجيبهم العادي وانا زيت اكيد هاعو برضك شم ها اهو. طريقته سهلة جدا. وما خدتش وقت خالص معي. برضك في الاخر هاكد عليه بالشام. هاشيل الزميت عشان بقشك روحيب. وده الشكل النهائي. اهو. يا رب يكون عجبكو. لا عجبكو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الله السلام.